مساء الخير صحيح أن قتل إمام مسجد بلدة القرقف الشيخ أحمد الرفاعي جريمة مروعة ومستنكرة بكل المقييس إلا أن الصحيح أن حكمة الحكماء وإسراع القوى العسكرية والأمنية في إماطة اللثام عن ملابساتها أسهما في تجاوز قطوع خطير في ظل حالة احتقان سادت في عكار ذلك أن هذه القوى العسكرية والأمنية تمكنت من توقيف بعض المتورطين وبالتالي العثور على جثة المغدور فيما كان العقلاء كمفتي الجمهورية يدعون إلى اتباع الهدوء والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتنة تاركين للأجهزة المعنية كشف ملابسات الجريمة ومعاقبة المجرمين ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل علما أنه ليس في الموضوع أي خلافات سياسية أو خلفيات سياسية أو حزبية على المستوى الداخلي أبواب الحل موصدة أمام الاستحقاق الرئاسي في ظل عدم اعتماد القوى السياسية المعنية الليون المطلوبة للمشاركة في حوار يفضي إلى التفاهم الانسداد الرئاسي يقابله عاملان إيجابيان على المستوى الحكومي والمصرفي الأول يتمثل بعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا هي الثالثة بهيئة تصريف الأعمال وتكتسب البنود المطروحة فيها طابع الإلحاح ولسيما ما يتعلق بالموظفين والعاملين والعسكريين والثاني يتمثل بعودة المصارف للعمل غدا أيضا ولمدة أسبوع على أمل العودة الدائمة بعد استكمال المعالجات على الخط القضائي المصرفي عربيا الأنظار توجهت اليوم إلى دمشق التي زارها وفد من الاتحاد البرلماني العربي ودعوات إلى عودة سوريا إلى البيت العربي دعوى لقاه الرئيس السوري بشار الأسد بالترحيب بالوفد مثمنا وقوف الأشقاء العرب إلى جانب سوريا في الظروف الصعبة التي يتعرض لها بفعل الحرب الإرهابية وتداعيات زلزال فلسطينيا لا يكاد يمر يوم دون مواجهات أو تحركات للمقاومين على مختلف الجبهات لمواجهة المحتل الغاصب وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني المقاوم وكذلك مواجهة ورفض كل اجتماع أو لقاء سياسي وأمني انهزامي